تعزيزاً لإحلال فرص السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في مشاورات الكويت جاء البيان الختامي لقادة الدول الصناعية السبع الكبرى داعياً الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل 14 شهراً كما حث البيان على بناء الاقتصاد والسئناف العملية السياسية لكن كل ذلك يأتي وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الإعلان يأتي غدا تختتام هذه الدول أعمال القمة التي عقدت في مدينة أياسا اليابانية حيث أعلن قادة الدول الكبرى دعمهم الكاملة لجهود المبعوث الأممي سماعيل ولد الشيخ الذي يقود مشاورات الكويت لتسهيل محادثات السلام بين الجماعة الإنقلابية والحكومة الشرعية التي يتحدث رئيس وفدها في المفاوضات عبد الملك المخلافي عن تلقيهم وعوداً من الدول الكبرى الرائية لعملية السلام بوقف الحرب وإطلاق سراح المعتقلين خلال الأيام المقبلة وتشهد المشاورات من يوم إلى آخر تعثراً حول المرجعيات التي يتمسك بها وفد الحكومة اليمنية أبرزها القرارات الدولية بالإضافة إلى استبرار خروقات الميليشيا ومواصلتها القتال وقصف المدن وهو أيضاً ما حمله البيان الختامي للدول السبع الذي حث على وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر